السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيك نتمنى مدفيدك اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اهلا بكم انه هذا ان شاء الله نعرض عليكم اهم الفوائد الصحية لبذور الشعير فتعبوا معنا هناك الكثير من الفوائد المذهلة للشعير وقد صدرت في السنوات الاخيرة العديد من الدراسات التي اثبتت فوائده فما هي فوائد الشعير للشعير العديد من الفوائد التي عليك معرفتها والتي قد تجعل الشعير ضيفا دائما في قائمتك الغذائية فلنتعرف على اهم فوائد الشعير هذه فوائد الشعير هناك العديد من فوائد الشعير المذهلة ومن ابرز هذه الفوائد الحفاظ على صحة الامعاء لكن قبل ان نعرض الفوائد عزيز المشاهد لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي وفي حالة القلق منها يجب عليك استشارة الطبيب المختص وهذا لاستخدام اكثر امانا يعتبر الشعير مصدرا ممتاز للالياف الغذائية كما وتساعد عشاب الشعير على توفير الغذاء اللازم لبكتريا لامعاء الجيدة ويساعد الشعير بشكل خاص في تعزيز صحة الكولون وبالتالي الحفاظ على حركة منتظمة للامعاء واخراج الفضلات بانتظام والحفاظ على نظافة المعدة والتقليل من فرص الاصابة بسرطان الكولون التقليل من فرص الاصابة بالبوسير ثانيا خسارة الوزن الزائد تساعد الالياف التي يحتوي عليها الشعير على الشعور بالشبع دون اضافة اي سعارات حرارية اضافية ما يجعل الشعير هاما بشكل خاص لمن يرغبون في خسارة الوزن الزائد وعموما فان تناول الحبوب الكاملة مثل الشعير حيث يساعد على تحسين عملية الايد في الجسم والتقليل من الشعور بالجوع ثالثا الحماية من حص المرارة يساعد الشعير على الحماية من الاصابة بحص المرارة وذلك بسبب محتواه العالي من الالياف الغذائية والتي تساعد على التقليل من الاحماض التي يتم افرازها وتراقمها والذي قد يتسبب في حص المرارة رابعا يعتبر الشعير غنيا بمضادات الاكساد المتنوعة والتي تقلل من فرص الاصابة بالسرطان وتقلل من فرص الاصابة بامراض القلب والالتهابات عموما خامسا الحماية من هششة العظام يساعد محتوى الشعير من الفسفور والنحاس على تعزيز صحة العظام كما انه يعتبر احد الوصفات الطبيعية للسيطرة على حالة المريض بعد الاصابة بهششة العظام واظهرت الدراسات ان عصير الشعير يحتوي على كميات من الكاليسيوم اكبر بكثير من تلك التي يحويها الحليب مثلا ونظرا لان العظام تحتاج للمغنيسيوم والحديد لتعزيز صحة العظام فان تناول كميات كافية من الشعير يساعد على تزويد الجسم بهذه المواد معززا بذلك صحتها سادسا تقوية جهاز المناعة نظرا لغنى الشعير بالمواد الغذائية الهامة فانه يعتبر احد الاغذية الطبيعية المعززة والمقوية لجهاز المناعة والتي تساعد على حماية الجسم من الامراض نزلات البرد والانف الونزة ويساعد الحديد الموجود في الشعير على زيادة حجم الدم والحماية من الانيميا والتعب وتعزيز انتاج خلية الدم الحمراء كما ويساعد على تعزيز وظائف الكلا سابعا مفيد لمرضى السكري يساعد الشعير على السيطرة على السكري من النمط الثاني اذ يحتوي على كمية كبيرة من الالياف الذي ساعد على يبطاء عملية امتصاص الجيلوكوز في الدم وقد اظهرت بعد الدراسات ان تناول مجموعة من مرضى السكري للشعير الغني بالالياف قد ساعد التقليل بشكل كبير من مستويات الجيلوكوز والانسولين في اجسامهم ثامنا تعزيز صحة القلب تصلب الشرين هي حالة مراضية تنشئ عن تراكم المواد الدهنية مثل الكوليسترول في داخل لوعية دموية ويحتوي الشعير على مادة النياسين التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول النساء اللواتي يعانون من امراض القلب والشرين ويرتفاع ضغط الدم بعد بلوغ سن انقطاع الطمث بتناول 6 حصص من الشعير اسبوعيا للمساعدة على تعزيز صحة جهاز الدوران والقلب تاسعا تحسين مظهر البشرة يعتبر الشعير مصدرا ممتاز لمادة السيلينيوم والتي تساعد على تعزيز مرونة الجلد وحمايته من الشوارد الحرة والضرر عاشرا السيطرة على مستويات الكوليسترول تساعد الالياف الغذائية الموجودة في الشعير على السيطرة على مستويات الكوليسترول السيء في الجسم وخفضها ويوصل اطباء بتناول الشعير بشكل خاص بسبب محتواها القليل جدا من الدهون وخلوه التام من الكوليسترول لو وصلت نهاية الفيديو اتمنى الله عز وجل أن تكون استفاد فاضلا يا سامران اشترك في القناة ودعمنا على مجهودنا بلايك لايصال اكل يجيب مفضل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته